اشتركوا في القناة شكري وعظيم العرفان على اهتمام جلالته الدائم ومتابعته المستمرة لأعمال مجلس الشورى بهدف تحقيق ما فيه خير ومصلحة مملكة البحرين وشعبها الكريم ومواصلة النهج الديمقراطي ومسيرة الخير والتنمية والتطوير والتحديث في العهد الزاهر لجلالته رعاه الله مؤكدا أن احتفال العالم بهذا اليوم يمثل اعترافا دوليا بالدور المحوري الذي تلعبه البرلمانات باعتبارها احد اهم ركائز الديمقراطية حيث يبرز دور البرلمانات من خلال سن التشريعات والقوانين التي تسهم بشكل كبير في تحقيق اهداف التنمية المستدامة معاهدا جلالة الملك المفدى على مواصلة العمل بكل امانة ومسئولية واخلاص لتكريس اسس الديمقراطية ووضع السياسات والتشريعات الملائمة من اجل البناء والتنمية وترسيخ الاستقرار والرخاء في مملكة البحرين وتعزيز مبدأ التعايش المشترك والتسامح والالفة والمحبة من اجل رص الصفوف وتقديم المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار وتلبية لطموحات شعب البحرين نحو المزيد من التطور والتقدم الحضاري تحقيق لمستقبل افضل الاجيال القادمة سائلا المولى ان يحفظ صاحب الجلالة ويديم على جلالته نعمة الصحة والعافية وان يحفظ البحرين وشعبها ويحقق لها ما تصب اليه من عزة ورخاء في ظل القيادة الحكيمة لجلالته حفظه الله وبعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية الى معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ردا على برقية معاليه المهنئة بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني واشاد جلالة الملك في برقيته بالدور الطليعي لمملكة البحرين في مجال العمل التشريعي والرقابي بما يعزز المساهمة البرلمانية الفعالة في مسيرة التنمية الشاملة وتطوير القوانين والتشريعات وعرب جلالته عن تقديره للأداء البناء لمجلس الشورى في إطار مواصلة التعاون المثمر مع السلطة التنفيذية بما يحقق المزيد من الإنجازات